لاذ تعرف realizم النتائج وعلى ما شابه ما قبل .ب Lucy الزروفي في الweghwork association اكتساح في الحالتين اي حاط اكتساح في الحالتين خاطر زينة متنجا مش تترشح روحك رئيس جمهورية وناس متعرفكش ما معنى؟ ما معنى؟ نقصد في المترشحين الاخرين كل اللي هما ما يعرفوهمش الناس الكل فينا مو احنا منجوا ونحكي وكان عنا زوز طبقا لما اعلن اتعامل العولية المستقلة الانشخبات حتى كان قاعد الاخرين مكان يتبدل حت شي حت شي مكان يتبدل على خاطر الناس غير معروفة فهمة اللي غير معروفة ولكن عندها تاريخ خايب غير محبوبة مثلا؟ غير محبوبة بطبيعة عندها تاريخ خايب وعندها انتماءات خايب وعندها انتماءات اللي نفرها الشعب التونسي في عدة مناسبات ورق اللي هو نفرها معنتها بالنسبة لي ما كان يتبدل حت شي يقعد وما يقعدوش يمشي وما يمشي وش هي بيدها الحكاية واضح في علاقة اليوم بالوضع العام في البلاد وايضا بالتصريح معاكم هو عضف الحملة ومدير حملة رئاسية لرئيس قيسام سعيد اليوم نوفل سعيد كانت تحدث في بلاستقرديكا عن هدنة سياسية او عن تقريب وضع سياسي يتماشى مع الظروف الجديدة اليوم في الهدنة الرئاسية ثانية تحدث عن تهدئة سياسية تهدئة سياسية عندنا في تونس متصحرة كليا معنتها الفاعلين السياسيين في تونس ما عادش موجودين وإلا فما بضعة فاعلين سياسيين اللي ما عندهم حتى عمق شعبي وما عندهم حتى وجود على أرض الميدان ومعنتها عندهم وجود يمكن في الميدياة في وسائل الإعلام كيفاش؟ قيسل قالي وقت تقول أنا لست معا مفهوم التهدئة وده يغل يشارك فيه بعض اليوم النواب اللي موجودين بالبرلمان والدعم الرئيس لا ما قلت ما معا مفهوم التهدئة التهدئة دي مباهرة مهما تكون والتهدئة مش معنتها توافق راه ومش معنتها نبيع ونشري راه التهدئة السياسية بمعنتها حتى في الخطاب حتى في الـ تهدئة من ناحية اللي رانا ناس مرتاحين نخدموا في أرياحية ما عنا مشكلة مع حتى حد ما مانا في سراع مع حتى حد ونخدموا في أرياحية وكهو لكن يقعد دي مفهوم القانون يطبق على الناس الكل وهذه المنطق المنطق متاع نبيع ونشري والمنطق متاع التوافق والنفاق اللي كنا نعيشوا فيه مهما يزمناش نرجع له مهما يكون الثباد وهذه هي التهدئة حبيت نقول اللي التهدئة أم عشكون ما عناش ساحة سياسية في تونس الساحة سياسية في تونس تعيش تصحر مخيف تصحر يعني اليوم الوجوه السياسية أو المعارضة أو غيرهم تعتبرهم ما يبيعوش ما عندهمش وزن المعارضة ما عندهمش وزن هم أبيدهم يعرفوا لي ما عندهمش وزن ومش ما عندهمش وزن بركوا لكن ما عندهمش طرح أنا حتى نسمع في ساعات في وسائل الإعلام نسمع المعارضين يحكيوا باقي مشكلتهم هي أبيدها باقي مشكلتهم أنهم ينقضوا السلطة اللي موجودة حاليا وما يعطيوش طرحهم هما شنوه ما يعطيش نوه نظرته الاقتصاد ما يعطي حتى نظرته ما يعطي حتى نظرته ما يعطي المعارضة بالنسبة لي هون طايح لي موجودته نسب لي موجودته هذيك هي المعارضة بالنسبة لي هون مش نعطي طرحي للناس مش نخرج للشارع ونمشي قابل الأعباد ونعمل اجتماعات شعبية هل تعتبرهم المعارضة التونسية الحالية انتهت اليوم ما عادش عندها وجود على الساحة السياسية حتى كأحزاب ما عادش عندها وجود عندها وجود هني قتلك يمكن عندها وجود في وسائل الإعلام في الميديا جزء منها يمكن عندهم وجود في المجالس المحلية ولا في حتى مجلس النواب ولكن على أرض الواقع معناتها مع الشعب التونسي ما عندهم مش وجود رقوا حزب سياسي حزب سياسي الحزب سياسي يجب يكون موجود في الولايات ويجب يكون يخاطب الناس ويجب يكون عنده طرح فكري ويجب يكون يقطر الناس ويفسر لهم ما هو يحب يعمل ما هو برنامج وما هو الفكر وما هو الفلسفة ووقتها يقول عنده وجود على الميدان ولكن حزب سياسي ويوجه ولا زوز وجوه يخرجوا في الميدياة مرة في الجمعة ولا مرة في الشر ما هو شخص سياسي هذا ما عنده وجود فعلي على الميدان هذا ربما تحكي فعلي قبل وزن السياسي تقول عبده للشارع وهكا ما هبطت وشوفنا الوزن لا 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 مش عطل الشرع عاملو مظاهرات ما قلتش هذا أنا حكا عطل الشرع عاملو مظاهرات لا 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 قلت تكونوا موجودين مع الناس قطروا الناس حكيوا مع الناس فسروا للناس شنوه الطرح اللي متاعكم شنوه نظرة متاعكم للبلاد في المستقبل هذي نصيحة داعم لمعارضي ايم ايم هذك هو كنحبه في تونسي ولي عنا ساحة سياسية ناشطة وساحة سياسية اللي تعطي البلوس مش مشكلتها اللي في البوفور توا يظن نحيوه ما قلتش هذيك حزب معارض حزب معارض يجبه يبني هو افكار ويبني هو ويحاول كيف ياخد السلطة بالطبيعة يحاول ياخد السلطة باش يطبق برنامجه مش المشكلة الوحيدة اللي عنده معناتها سيتوني دي فيكس اللي موجود توا في السلطة نرجعك للنقطة متاعك تقول المعارضة اليوم هناك تصحر في الساحة السياسية والمعارضة غير قادرة على الوصول لاني خبتوس ايه بطبيعة المعارضة انا شكوني معارضة لي عنا في تولس تاوي معناتها احنا في مرحلة متاع عنا جيل قديم من السياسيين نعم اللي وصل للنهاية متاعه وصل الليميت متاعه ما عادش عنده ما يضيف وفي نفس الوقت جيل جديد مزيل ما طلعش اذاك عليش فهمت تصحر دونك توا الجيل الجديد يلزموا يبدأ يكاون في روحه ويلزموا يطلع دونك المطلوب اليوم معارضة جديد المطلوب اليوم مش معارضة المطلوب اليوم هو وجوه سياسية جديد وجوه سياسية جديدة وفعل سياسي جديد بعقلية اخرى بعقلية مختلفة على العقلية القديمة متاع المعارضين اللي قتلك المشكلة الوحيدة متاعهم اللي موجود في السلطة يزنى نحيوه بالتالي اليوم الفكرة مش ضد المعارضين لانه في اي نظام جيمقراطي يكون فما دعم وفما نظام وفما معارضة وهذا طبيعي ولكن المشكلة في الوجوه الحالية في حد ذات هاتي قتلك جيل قديم مشي على روحه سيئ سيئ جيل قديم دون استثناء فما حتى حزب في المعارضة اليوم او حركة تعتبرها قادرة انها تعمل اعادة ترميم وتنجم تكون معارضة فعلا اليوم حزب سياسي حاليا موجودة اللي قاعدة تبني تبني في ذاتها دبار بل كل شي تبني ذاتها مانيش قاعد نشوف قاعد نشوف في ناس تحكي في الاعلام وكهو مش هذاكا حزب سياسي حزب سياسي يمو يطر الناس يمو يمشي قابل الناس يزمو يحكي مع الناس يزمو يعمل الادابيات متاعه يكتب الادابيات متاعه يزمو يقول الناس شنو الرؤية متاعه يزمو يكون عنده نظرة على المدى القريب ومتوسط والبعيد اذاك هو حزب سياسي في الاثناء اليوم عندكم مرشحكم اللي هو فاز بفوز واكتسح النتائج الانتخابات الرئاسية عنده اليوم برامج جديدة في الخمسية الثانية انتظاراتكم من الرئيس وانتظارات الشعب اليوم بالاساس وقال رئيس الجمهوري الوضع الاقتصادي رأى بالطبع الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو من من اولويات الرئيس ومن اولويات الشعب التونسي زادها مش من اولويات رئيس كهو على خاطر حتى الشعب التونسي راهو غلاء المعيشة القدرة الشرائية متاعه متدنية جدا الخدمات متاع الخدمات العمومية معناتها بغ صحة ولا نقل ولا تعليم تربية ما هيش ذات جودة معناتها كما يلزم وهذا يلزم في اقرب وقت يلزم نلقاه الحلول على خاطر الحلول كيفاش تناجمة تكون بالمنويل اللي التعويل على الذات من جهة مخرجناش على المنحين الدوليين والاسفق الدوليين وهذا واضح للعيان التمجي والتواجون يمشي في الدولة والاختيارات اللي فضلها رئيس الجمهورية وفي الاثناء عند القانون مالي هل طلعت عليه قائس القانوية قائس القانوية صلعت شوية مش متعمقتش فيه الحق نستنى لين يخلط للمجلس رئيس رجنة المالية بالبرلمان يقول من النظرة الاولى حسب ما قال 30% فقط يتماشى مع الدولة الاجتماعية العادلة اللي تحدث عليه رئيس الجمهورية يقول لك يا زينة احنا عنا مشكلة في تونس عليش قاعدين نقترضوا نعم نقترضوا على خطر عنا عجز تجاري وعنا من ناحية عنا عجز تجاري ومن ناحية عنا عجز في الميزانية نعم ما ليعمو ما يواضحة عنا عجز تجاري وعنا عجز تجاري ومن ناحية عنا عجز تجاري وحسن دارك وانا ناقصة وانا تتبكي وانا تسلف وتمتيك منه ناحية عخر ما يجب أن نتخلص منه؟ ما يجب أن نتخلص منه؟ هذا ليس شيء صعيب لماذا؟ نحن لدينا 70% أو أكثر من العجز التجاري هو عجز طاقي بالأساس وكان وزارة الطاقة والصناعة تعاود ترجع للاستكشاف وتعاود ترجع للتنقيب على النفط والغاز وتعاود تصلح المنشآت اللي كانوا عند شركات أجنبية واسترجعتهم تونس في الأعوام الفيتة واللي هما يمكن سبعة منشآت منهم حق المسكار حق المسكار في وقت من أوقاته صل يوفر 70% من استهلاكنا الغاز الطبيعي حتى راحنا راهو الضوء كل ذلك كله بالغاز الطبيعي يخدم في تونس راهو ولكن الكارثة اللي محسب رايقانة كارثة اللي نشوف فيها هو أني وزارة الطاقة تقولش عليها اطويت صفحة الانرجي معنى فوسيل صفحة البترول والغاز وغلت خمم كان في حكاية الانتقال الطاقي وحكاية الطاقات المتجدة وهذا غالط مياه في مياه غالط على خاطر وفاقات المتجدة مزال على الأقل 150 سنة في مديريزارف على الأقل متاع قرن ونصف مزال الطاقة الأحفورية هي اللي تتكلف أقل فلوس تتكلف أقل من السولير وتتكلف أقل من الرياح تحتاج الرياح والطاقة الأحفورية هي اللي يتخدم لك الفوسفات قفسة الفور متاع فوسفات قفسة اللي يتعالج به الفوسفات ما يخدمش بالضو يخدم بالغاز ولا بالفول البريكاتري ماعمل يجور مايخدمش بالضو فولاذ مايخدمش بالضو معناتها الاندوستري صحيحة الاندوستري اللي هي اللي فيها راه ماعمل سماء مايخدمش بالضو هي اللي فيها هي اللي فيها قيمة مضافة راهي الاندوستري معقول وقل دوق متنجامش أنت تجي تطوي صفحة الطاقة الأحفورية وتخمام لي كان في الطاقة البديلة الطاقة البديلة أولا تتكلف عندك الشمس موجودة في شوستج في العالم الكل في العالم الكل راهوا فما دراسات خرجت بالعشرات ما فما حتى بلاد في العالم نجمة توصل تحصل أكثر من 30% من استهلاكها بالطاقة الشمسية ولا بالطاقة الرياح المكسيموم هو 30% ومتى جمش تفوتها كانت راش تعمل ألمانيا خسرت ألاف المليارات تريليونات ألاف المليارات من الأورويت بعد ما سكرت النووي متاحها في 2011 قالت باش نعاوض بالطاقة المتجدة وعملت استثمارات مهولة في الطاقة المتجدة في الأخر تعرف ألمانيا ما حصل عندهم ألمانيا أكثر بلاد ملوثة في أوروبا لماذا؟ على خاطر رجعت للسنترالة شربان على خاطر تنش في السيارات خاطر باش حاجة لا لا راجعوا ينجوا في الطاقة الكهربائية بالمولدات اللي يخدموا بالفحم حتى احنا اليوم الوضع البيئي وغيرو وانتي خذيت الوضع الطاقي ولكن لكلها لكلها مخلق على فهم خام وتكرروا في تونس وتعاود تبيعوا الناس أخرين يستحقوا الليسانس والكيروزين وكستيرا وكل شيء انتي حتى التكرير زيت الزيتون اليوم عندك عليه تحفظات قيس القرس أنا ما منحابش نبيعوا زيت الزيتون بتاعنا في بتيات تحبش تبيعوا خام؟ ما نبيعوش في بتيات راهو إيجا نقول لك راهو زيت الزيتون بتاعنا زيت بيولوجي 80% منه بيولوجي زيت اللي من نسبة الحموضة متاعه متدنية معناتها نسبة باهية على الأخر اللي ما أفهماش لا في إيطاليا لا يمكن ما أفهمها في من أجود أنواع الزيت نعم من أجود أنواع زيتو ديار هكتشوف معانتها في الجوائز اللي قاعدين ويتبع حتى فيما زادات عل Kubaca في الجوائز اللي قال قاعد ياخب فيهم زيت متاعنا هما شي عملوا يأخذوا من عنا زيت متاعنا بروت معانتها في بتيات ما هوش معلب يأخذوا بيه كما هو ويخلطوه في الزيت متاعهم يحسن من الجودة من الزيت متاحهم ومن بعد يأتيك على الدبوزة يكتب لك زيت سباني ولا زيت طالياني ولا زيت طالياني على ما هو وقت اللي هو زيت تونسي ما هو زيت سباني و ما هو زيت طالياني عليش أنا معناتها أنا نعاون في الكونكيران بتاعي هذا لا يمنع نفهم بعض الشركات اللي يتبيع أمبالي في الزيت متاح نسبة من باطوس العشرة في المئة زينا رأى ونسبة قليلة وقليلة وقليلة جدا نسبة الزيت دي قاعد يتبيع معلم نسبة زيت زيتونة بتاعنا دي قاعد يتبيع معلب وقت اللي ساهل برشرة ويسمع زيت معلوب يقول لك فما انفرسة يسموه كبير ومن عرشنوه موش صحيح حتى تعرف باكينة بتاع التعليب معنتها فما تقول نجم ودخلوا عملة صعبة أكثر من اللي قاعدة تدخل نجم ودخلوا خمسة مرات وأربعة مرات قاعدين تدخلوا فيه هذي كل لازمها قوانين وتشريعات جديدة الثورة التشريعية لحكي عليها رئيس الجمهور يلزم تبدل تنحي حكاية اللي انتي متنجم تصدر زيت كان ما عندك راس ميل سبعمية وخمسين ألف دينار وعندك طاقة تخزين متاعها ما نعرفش قديش من تورناتا ألف تورناتا ولا خمسة مئة تورناتا ما تعاملين كيتشار جدي ما نجم حتى حدي صدر الزيت حزب الإدارة اليوم ما زال يتحدث عليه رئيس الجمهورية تطهير الإدارة هذا جي في كلامه مجددا أمام ويوم أداء اليمين الدستورية أمام الغرفتين البرلمانيتين قاسقين والله أنا بالنسبة لي أنا تطهير الإدارة ومن الحقيقة هذي راهو بتوى ولينا في عالم اللي مفاميش تصرف مفاميش جيستيون تصير من غير ان سيستام دانفورماتيون راهو هذي جيني انتي في شركة معانتها ولا في مؤسة عمومية مهما تكون سبيطار اللي تحبنتي راهو إدارة اللي تحبنتي راهو ما عنديكس ان سيستام دانفورماتيون اللي أنا رقمانة الإدارة رقمنا مش رقمانة الإدارة ما نحكيلك رقمنا مش برابور المواطن حتى في الجستيون بتاعهم الداخل راهو مش معقولة زي أنا بشنو من نبعث مكتوب بالورقة وستيلو للبيرو اللي فوقي والبيرو اللي بجنبي ومنعرش شنو وقت اللي نرمال ما نبعث له ويميله ويجيبني ويجيبني بيميله ونرمال ما البيديجي عنده المدير معانتها عنده تابلوت باري تبع شنو اللي بروجيه انكور شنو وين وصلوا كل بروجيه وين وصل شنو اللي تاش كل واحد باش له كل واحد شنو التاش اللي عنده بشي خدمها يلزم يلزم هذا اللي يصير راهو السيستام دانفورماتيسيون سنكوتبا مع مهيش حاجة تتسوى خمسة خمسة مليار راي سهلة معاتها فاما عنا ديزن فورماتيسيون في تونس وفاما حتى اللي حاضرين اللي نجمو نحط ونبلاز دي سيستام دانفورماتيسيون في اقل وقت وفي اقل الكلفة تطهير الادارة شنو تقصد بير رئيس الجمهورية ممكن فيش بيش تهارها الادارة وقت اللي ينتي مم با عندك دي فيش دو فونكسيون ما تعرش مع الواحد ما ليش كون فاما وين فاما في الادارة فاما ليش كون الادارات عموليين سيبكي لعب انتي تدخل بيرو تقول وش تعمل لك من عرش هو بيد ومي عرش روح وش يعمل ايبا فبا نستعرف بحش تعمل فما موجي لين وفما تحت المسخين فما نستخد الحال في الادارة تونسية حتى بيطاقة فيش دو فونكسيون ما عرش شنو بالعربي ما فماش متعرف كلو يحد الله هو عظم شو فما اللي عندو خدمة فما اللي عندوش خدمة فما ضغط ربما ما فمانيس عندها وظائف متاحو تعرش تخدمو كلو يحدي على الفونكسيون متاحو في الاثنية شو معناها تطهير الادارة جوستما اذا كيفاش بش تقيم الناس انتي شو معناتها تطهير مانت معا تتخدم خدمتك تكتو سمبل ما فمانيس تحط في العصاف العجلة ولا ليه اليوم في الادارة تونسية بخلافة بخلافة ارجع غدو دونك يزمك تقيم انتي كمدير ولا كمدير عام يزمك تقيم الناس اللي يخدمو تحتك هل فما اطرافها اليوم مازالت في الادارة تونسية محسوبة على اطراف حزبية بعينها ام لا بتبيع عفما يخي دخلوا من في عشرة سنين ولا من الفين واحداش حتى الالفين وواحد وعشرين فما ميتين ولا ميتين خمسين الف دخلوا راو من ما عنديش مشكلة انا هو انتماء وشنوا راو موش هذا المشكل هل يخدم في خدمته ولا هل هو ناجع في خدمته هل يعطل اولي هل هل يعطل ولا بطبيعة ما هو انتماءات ومشكلته واموره دوك ما عندكش مشكلة ناجع خطوا ناس كل تختلف في الانتماءات والتوجهات ويسي لجيتي ماذا هذا مشروع ولكن ديما نحكي راكي على حزب الاتاء الادارة انتلاقا من ما صرحة به رئيس الجمهور هي وقال كل مسؤول وكل موظفة اليوم يعطل وإلا مش قاعد يخدم في خدمته ما عنده فيش قاعد يعمل غاديك بتبيعة ذاك هو الصحيح ولكن انت كيفاش بش تقيم وقت اللي انت ما عندكش تابلوت بار ما عندكش كيفاش تتبع كل واحد شنو خدمته وشنو مش خدمته وشنو ما يعمل شنو ما يعملش كيفاش نجم تقيم ايوا دونك يلزم فما آليات تقييم اللي هي توا في عصرنا هذا بالضروري آليات رقمية تكون موجودة في الادارات الكل باش ينجم المسؤول الاول يقوم صباح يحل يدخل بيرو يحل الورديناتور ويعرف البروجيه ذاك وينوصلوا البروجيه ذاك وينوصلوا والحكاية ذاك يكون مكلف بها وفيش قاعد يعمل وقتاش بدا وقتاش بش يكمل وقداش تتكلف الفلوس واكسترا هذا يلزم يكون موجود معاتش نجم ونخدمه بطريقة بالرعواني اليوم التحقيقات مازالت متواصلة كل مرة نسمعوا بتحقيق كل مرة نسمعوا بموضوع كما فتح بحث التحقيقي في شبه غاسي الاموال في منطرف في بنك عمومي من اتارات عليا اليوم ايه بطبيعة ايه موجود مقبل موجود جديد موجود من عهد بن علي اخي انساب بن علي والدوائر متاعوا كانوا ياخذوا قروضات ويرجعوهم موقعنا هذا تم القطع معاه ونحكيه في الجديد وتعينات جديدة ومسؤولين جدد وغيره مازال نزيف لبا مازال نزيف او رغم الحرب المفتوحة على الفساد فمعني اسميش خايف مازال نزيف فما بقعه بشوية بشوية يتنحى معنا بشوية بشوية الناس تولي يتخاف بالحق على خاطر ذيك هي وقتلي ولي يتطبق القانون على الناس الكل دون استثناء الناس بالطبيعة بشوية 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 يخافوا وفي اخر واجدد تحقيقات اليوم المساعد لأولي وكيل الجمهوري لدى القطب القضايا والمالي بتونس اذنى بفتح بحث تحقيقي ضد 34 شخص من بينهم قضية بمحكمة التعقيب سابقا طايب راشد وزير الداخلية الاسباق فرحة الرجحي وغيرهم قربة واحدة وعشرين شركة اليوم متهمة بغسيل الاموال وفيق مبعدش عن الموضوع اللي كنا نحكيو فيه في احدى البنوك برشة 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 اهدار المال العام زينة وولف المليارات معاطفها تتهرب قاعدة من تونس وتمشي تخرج البرا وهذا النزيف حيث هذا يجب ان تقول عنك اكثر من قانون اكثر من وحد يطبق من المفروض يتبقى في القانون ومع ذلك السرقات مزيد متواصلة هني قلت لك فاما دي متود دو جستيون اللي هي علمية راه دي حاجات علمية ما هيش حاجات بش نعود ونخفق العجلة ولا حاجة احنا في تونس فاما حاجات علمية يجب ما تتطبق في الإدارات وتتطبق في المؤسسات العمومية وتتطبق في السبيتارات وتتطبق في كل بقعة باش هالنزيف هذي ينتهي واللي ما يحبش يطبق خاطر دي ما تلقى جماعة يش بدول تالي يقول لك لأ ما نحبش نطبق كلها ومنظومة جديدة بش تخدم بها منظومة معلومتية ولا منظومة علامية بش نخدموا بها يقول لك لأ ما يساعدنيش ما يساعدكش براشد دارك معنات هيزم صرامة مع هاتش ذي اللي وبعايلة ومسكين ومنعرشنوه ونقابة ويعمال يقري يودي براشد متحبش كل واحد يخدم خدمته رئيس جمهورية يخدم خدمته لي تحت رئيس جمهورية يخدم خدمته وهكذا دا وليك هذا كلام قالوا ايضا رئيس الجمهورية مسئولين اهبطوا على الميدان وغيره ولكن لليوم ما زال فما بعض تباطوا لش كل موضوع ولا حتى مواطن بش يخذ حقه ما يخذ حقه لما يبعث رسالة رئيس الجمهورية ولازم يقرار رئيس الجمهورية ويكلم المسئول بش يتحرك هل هذا تخوف ربما عقلية كاملة إذا ما تتبدل ماهيش أشخاص كهو عقلية كاملة إذا ما تتبدل كيفاش تتبدل العقلية هذي عقلية هذي تتبدل وقت دي تكون فما إرادة سياسية قوية ودائما أنها تتبدل رأهم فما حتى 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 شي تبدل كان ما فماش الإرادة السياسية هل إرادة موجودة هيا ما يلزم وقت ماش فيها 24 ساعة ولا في عام ولا في عبيد مش تتبدل رأهم كتبت عليه هذي وقلت رأهم تحبلنا الجيل على أقل على أقل الجيل 25 عام باش تتبدل العقلية اليوم عندك حكومة تكنقرات الحكومة اللي حتى المعالظة رحبت بها ما عندهم شي تحفظات على الأسماء لأنه الناس كلهم تقريبا أولاد الإدارة سيدة الوزارة في حكومة إيجا نقول لك مش المشكلة في الأشخاص رأو المشكلة في الاتجاه نحن نعطيك مثل لدينا معاه 1000% أنه المجلس تشريعي يلغي نهائيا حكاية اسمها استقلالية البنك المركز نهائيا علش على خاطر عندك سلطة تنفيذية اللي يرأسها رئيس الجمهورية اللي هو شادد المقود شادد الفولان ولكن الفران والاكسليراتور متاع الكرهبة ما هومش عنده عند البنك المركزي معناته هو شادد لك فران من غادي في البنك المركزي شادد فران كرهبة ويقف دور فولان غضوة السباح انتي مع عندك ويمش تمش انتي من أول الأتراف وقت اللي تحط لي تعتبر البنك المركزي مش ماشي في نفس السياسات مع التوجهات الحالية ولكن البنك المركزي كان نعطا وقدم تبريراته وموايقف ما عنده حتى تبريرات غالطة خايف على التضخم وخايف على نزليك الزنار وتعوين الزنار وانت رفيه الاستهلاك فاما استهلاك في تونس شكون قاعد يستهلك في تونس تي الناس موتها بالشر شكون قاعد يستهلك تي باركة البلاد دخنا عملو في 0.4% نسبة نمو تي خاطرها باركة البلاد ما فاماش استهلاك لا فاما استثمار لا فاما استهلاك لا فاما دولاب داير لا فاما شركات تخدم وكيفاش يمشي الدولاب وكيفاش يجي الاستثمار يمشي الدولاب وقاللي انتي تسيب الفران انتي مدين حاطتلي 8% في البنك المركز نسبة فائدة شايدة الفران قاعدة في الاكتصاد قد ما تطلع في الفائدة المديرية اللي هي السوم لفلوس قد ما تعطي الاقتصاد تقول لي انتي على خاطر خاطر التذخم التذخم هو مش جاي من الاستهلاك التذخم جاي من المصايب اللي صارت هاو كوفيد هاو الشيح هاو 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 جفاف هاو الحرب في أوكرانيا هاو تاوى الحرب في الشرق الاوسط معناتها الوضع الكل الاقليب اخر نقطة نخدمها معاك في حيوارنا سيقيس القاروي رايك اليوم في المرسوم 54 مع تعديل ومع التنقيح ومع إلغاء واما اللي بقى عليه المرسوم 54 ما فيوش مشكل كينقراه ما فيوش مشكل ولكن وقلتها برشة مرات حتى الفصل 24 ولكن المشكلة اللي في التطبيق متاعو فما حاجة سنفابا فما ليس اللي يطبق عليهم الفصل 54 وقت اللي هو ما يشملهم مش كينقرا مفس ما يشملهم مش المشكلة في من يستغن الفصل 54 فما اطناب فما معناتها اكزاجيراسيون اليوم مجموعة من النواب الداعمين لرئيس الجمهوري كما سي يوسف ترشول مثلا والي هو عضو حاملة أيضا للرئيس قولك لو اكثر واحد تضرره بالمرسوم 54 هو رئيس الجمهوري بطبيعة على خاطر بالنسبة للناس الرئيس الجمهورية عنده مفتاح الحبس هو يحل الحبس ودخل الناس الحبس دكتور تتفق مع رئيس تضرره بتنفيذ المرسومة بطبيعة تضرره خاطر يتم تطبيق الفصل 54 بطريقة خاطئة دونك معه تنقيه كي ما عرضي نعمل برنامين كي نعمل هنا قانون نعمل قانون والتطبيق متاعو يتم بطريقة خاطئة مش معلته يزمني نحي القانون يزمني نشوف حل كيفاش جماعة يطبقوا في القانون اذو ما يفهموه القانون يعني نعمل الانفورمسيون يفهموه يقراوه النص شكرا جزيلا نوشتا سيوسي شكرا لكم على حسن المتابعة اجمال تحيات زينة زيدي من نورا الميكرو ورفي قدريدي في الاعداد والفبشير في الاخراج فاطمة العبار تأمننا التنسيق كي ما كل يوم وزاهر بن حميدا لايف ستريمين كوميونيتي ماناجر سي محمد علي النصري بسل ترجمين في التحليل معاعدنا يتجدد معاكم انهار الاثنين ان شاء الله توتسويت الكلمة اللي شهير الكافي في الاخر التطورات واخبار الرياضة شهاية طيبة في لمين بويكانتا تسمعوا برامج جيدة على الوطنية؟